نبدأ الأخير بالملف النووي الإيراني حيث أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تسلمت رد واشنطن على المقترح الأوروبي لإنقاذ اتفاق طهران النووي لعام 2015 وبعد 16 شهرا من المحادثات الأمريكية الإيرانية المتقطعة وغير المباشرة قال مناسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أيام أنه من الممكن التوصل لاتفاق النووي هذا الأسبوع بين قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمسك إيران بمواقفها وقرار واشنطن ينتظر الجميع حسم مصير المفاوضات النووية يقول المدير العام للوكالة إن ما يريده هو أجوبة مقنعة من طهران بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة عثر فيها على أثار يورانيوم كلام يكرر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وصفه بالمسيس الجمهورية الإسلامية ملتزمة بمعاهدتي حضر الانتشار النووي والضمانات ولا يمكن للوكالة الادعاء بأن عمليات التفتيش في إيران قوبلت بعدم الامتثال هذه الملفات هدفها سياسي للتأثير على المفاوضات اتخذ الطهران قرارها السياسي في المفاوضات النووية كما تقول وهي اليوم تؤكد أنه لن يكون هناك اتفاق في فيينا من غير ضمانات اقتصادية كافية وإغلاق لملف ادعاءات الوكالة كما تسميها وبين عراقيل ما تزال قائمة أمام الاتفاق وتفاؤل حذر تذكر إيران بحاجة سوق الطاقة العالمية إلى نفطها وغازها لدينا الإمكانات وجاهزون لتأمين جزء مما تحتاجه أوروبا من غاز أو نفط أو غيره عن تفاصيل مسودة اتفاق فيينا المنتظر روايات متعددة تسربها وسائل الإعلام في طهران كما في واشنطن وعواصم أوروبية كل طرف يعدد مكتسباته إلى جانب ما يصفها بتراجعات أجبر الطرف الآخر عليها التصريحات الأمريكية تهدف للإيحاء داخليا بأن واشنطن حققت مكاسب إن تم تمرير الاتفاق أو أن إيران هي السبب في فشل المفاوضات إن لم يمر بين أجواء سياسية وقنوات تعمل على ترتيب المشهد الأخير للمفاوضات النووية يترقب الاقتصاد الإيراني بجمود في كثيرا من قطاعاته حسم مصير الاتفاق النووي يتفق الجميع على أن المفاوضات النووية وصلت إلى خواتمها لكن الخطوة الأخيرة تبدو الأصعب في ظل ضرورة إخراج المشهد الداخلي ومواجهة معارضي الاتفاق النووي حازم كلاس العربي طهران أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لبيد من جديد رفضه للاتفاق النووي المزمع توقيعه مع إيران واصفا إياه بالسيء وخلال لقاء مع صحفي قال لبيد أن هذا الاتفاق سيحرر أموالا لإيران تجعلها قادرة على تمويل نشاطاتها وأدرعها في المنطقة إضافة إلى تمكنها من ضرب أهداف أمريكية على حد تعبيره إسرائيل ليست ضد أي اتفاق بحد ذاته لكنها ضد هذا الاتفاق بصيغته الحالية نحن نرى أنه لا يلبي حتى المعايير التي وضعها الرئيس بايدن بنفسه وقد أوضحنا موقفنا للجميع وقلنا إذا تم توقيع أي اتفاق فهو غير ملزم لإسرائيل وسنعمل على منع إيران من أن تصبح دولة نووية كشفت صحيفة والستريت جورنال أن واشنطن تأخذ على محمل الجد التحفظات الإسرائيلية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي وقالت الصحيفة إذن من المستبعد أن تقبل واشنطن التعليقات الإيرانية بخصوص الاتفاق ما قد يفتح الباب أمام مزيد من المحادثات أو مقترحات جديدة ومع السلام إيران للرد الأمريكي على المقترح الأوروبي يبرز السؤال حول مدى أهمية التوصل إلى اتفاق مع إيران بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رد أمريكي على الرد الإيراني بشأن النص الأوروبي الخاص بالاتفاق النووي سبق ذلك تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن طهران قدمت تنازلات عن بعض من مطالبها وأهمها رفع الحرس الثوري من قوام العقوبات ووقف تحقيق الوكالة الذرية بما يشتبه بكونه مخالفة إيرانية لتعاهداتها بعدم التخصيب مزاعم تنفيها إيران المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري جرى استثناؤه من المسودة التي بين يدينا ولهذا فإن الاتفاق هو أقرب الآن منه قبل أسابيع يحاول كلا الطرفين الإيراني والأمريكي القول أنهما لم يتنازل في خطاب موجه للداخل تشير التقديرات إلى أن شركات تابعة لمؤسسة الحرس الثوري سيجري فعلا رفعها عن قوائم العقوبات دون رفع المؤسسة نفسها وهي صيغة تسوية تبدو مرضية للطرفين بالنسبة للجانب الأمريكي هناك منفعة من الاتفاق تتعلق بمنع الانتشار النووي وبالنسبة لإيران هناك منافع اقتصادية وأخرى متعلقة بالتبادل التجاري مع الغرب تحديدا ورغم التفاعل يبرز تخوف من أن يفشل الاتفاق لاحقا كما فشل سابقه إن لم تتوفر بعض الضمانات التي قد تحول دون ذلك كسماح للشركات الأمريكية بدخول السوق الإيراني لتشكل عنصر ضغط على أي إدارة تريد انسحاب من الاتفاق إضافة لتشجيع العلاقات العربية الإيرانية على نحو يخدم الهدف ذاته هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد توقيع الاتفاق والتي من شأنها ضمان أن لا نعيد ما حصل خلال السنتين الماضيتين في حال جاءت إدارة أمريكية وقررت الانسحاب من الاتفاق إضافة للأبعاد السياسية يبدو أن الولايات المتحدة تحتاج إلى استعادة النفط الإيراني في الأسواق بعد انقطاع الروسي وتضرر الحلفاء الأوروبيين اقتصاديا على نحو يهدد تماسك التحالف الذي بنته واشنطن ضد موسكو مع اقتراب الانتخابات النصفية سيدعم الاتفاق إن جرى توقيعه إدارة بايدن والديمقراطيين بوصفه نصرا في السياسات الخارجية كما سيعمل على إنعاش الاقتصاد الإيراني بعد سنوات من العقوبات عماد رواش للتلفزيون العربي واشنطن لمناقشة أوصى حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من طهران الكاتب السياسي حسين رويران ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية وليام لورانس أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك من طهران سيد رويران وطهران التي تسلمت الرد الأمريكي على ملاحظاتها على نص المقترح الأوروبي حول الملف النووي ولا معلومات حتى اللحظة حول مضامين هذا الرد هل من مؤشرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيفي الكريم يعني لحد الآن ليس هناك من أي تسريبات حول الرد الأمريكي على مسودة السيد بوريل والإجابة الإيرانية على ذلك في تصوري يعني أن الرد الأمريكي هو يجب أن يأتي على سياق الرد الإيراني الرد الإيراني هو كان بنعم مع ملاحظات والرد الأمريكي هو يجب أن يكون ضمن هذا الإطار لأن أمريكا إذا رفضت المقترحات التي كانت مطروحة وهي تقول وتدعي أن إيران قدمت تنازلات من هنا سيكون هناك أسئلة كبيرة لماذا إذا كان هناك واقعا من تنازلات لماذا أمريكا رفضت هذا الموضوع صحيح أن هناك نوع من البروبغاندا تغلف الخطاب الأمريكي بشكل كبير أولا إيران لم تخترح شيئا السيد بوريل بعث بمسودة وطالب إيران وأمريكا بالإجابة بنعم أو كلا من هنا هذا الموضوع الذي يطرح أن إيران قدمت تنازلات حول كذا وكذا وكذا هو ليس صحيحا هناك مقاربة تحاول أن تجمع الحد الأقصى الممكن من المصالح الإيرانية والأمريكية وبالتالي هذا يعني بأنه من المنطق الآن بما أن الرد الإيراني هو نعم مع ملاحظات أن يكون الرد الأمريكي هو مشابه وليس بشكل رافض بشكل كامل الملاحظات الإيرانية سيد لورانس في واشنطن قد يبدو المشهد أكثر تعقيد هناك عوامل عديدة تؤثر على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن الجمهوريين الرافضين لهذا الاتفاق وإسرائيل أيضا التي تمارس ضغوط هل أثر ذلك على الرد الأمريكي برأيك بالفعل بالتأكيد وأيضا مستشار الأمن الإسرائيلي كان في واشنطن وأعرب عن رعبه من ذلك إذن فالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة هي متعقدة وأعتقد أنها في إيران معقدة أيضا والجانبان يريدان أن يطلب أكثر من ما هو موجود الآن مطروح الآن ولكن أنا على وشك اتفاق ولكن ليس لدينا لحد هذه اللحظة معظم القلق الإيراني هو عن تفسير اللغة المستخدمة في النصوص الإيرانية وبالتالي سيفسرون الرد الأمريكي على أنه تنازلات وأيضا الأمريكيون سيعتقدون بالمثل أن التنازلات ليست من قبل الأمريكيين أو الإيرانيين ولكنها في النص الذي كتبه السيد بوريل وستكون في النسخة النهائية هناك بعض التنازلات قد قال بها الجانبان ولكن سينفي الجانبان في النهاية أنهما قام بتنازلات فالولايات المتحدة قد أعلنت أن هناك بعض الفجوات موجودة في النص ولا نعلم ما هي هذه الفجوات ولكن جزء منها يفسر وإذا رأينا التسريبات من الصحافة الإيرانية عبر بالفعل الحكومة الإيرانية من أسبوع ونصف مضت تقريبا هناك 15 أو 20 أمرا ماذا سيفعل الأمريكون عن هذا الأمر وعن ذلك الأمر ومثل ذلك إذن فالأمر عن كيف سيفسر هذا الاتفاق في المستقبل من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الإيرانيين إذن فنحن لدينا اتفاق على طاولة ولم يتفق بالكامل الطرفان عليه لأن كل الطرف لا يعلم كيف سيطبقه الجانب الآخر سيد رويراني أسمع تعليقك على كلام سيد لورانس بالإضافة إلى نقطة معينة إضافة إلى الخلافات والتفسيرات المختلفة التي ذكرها سيد لورانس المختلف عليها حاليا المعروف إعلاميا على الأقل بأن هناك نقاط خلاف أساسية تتعلق بموضوع الضمانات وبملفات الوكالة الذرية هذا الطلب تحديدا موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلق بالمواقع الثلاثة هل يمكن لطهران أن تنسف كل هذه العملية التفاوضية والاتفاق في سبيل عدم موافقتها على خطوة تفتيش أو تقديم تفسيرات مقنعة للوكالة يعني فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك ملف يعني عسكري ملفق ضد إيران وكان موجود قبل توقيع الاتفاق عام 2015 بالمناسبة الوكالة زارت المواقع الثلاثة وأكدت أن هذه المواقع ليست عسكرية وليس هناك أي نشاط ضووي وأغلقت هذا الملف الآن فتح هذا الملف مرة أخرى بسبب تسريبات إسرائيلية جديدة لسيد جروسي إيران ترفض يعني ملف تم التحقق منه وانتهى مرة ثانية يعني وتحت تأثير إسرائيلي هذا يعني من وجهة نظر إيران لا يمكن أن تسمح لإسرائيل بأن هي تدير الملف النووي الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموضوع الآخر نعم يعني حتى إذا سلمنا أن النص الذي قدمه السيد بوريل هو مقبول من قبل الطرفين عملية التنفيذ هي بحاجة إلى مباحثات ومفاوضات لماذا؟ لأن ليست هناك ثقة يعني إيران التي انقلبت أمريكا على الاتفاق لا تثق بأمريكا مطلقا يعني إيران التزمت بالاتفاق وهناك 15 تقرير من 2015 إلى 2018 يؤكد التزام إيران ولكن أمريكا لم تلتزم من هنا هناك خطوات تمتد إلى 6 أشهر تقوم أمريكا بخطوة تتحقق إيران وبعدها تقوم بالخطوة المتقابلة وهكذا دوالي إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق هذه الخطة التنفيذية للاتفاق هي بحاجة إلى نقاش إضافي في تصوري فيما إذا سلم الطرفان بهذه المسودة طيب سيد لورانس الولايات المتحدة يعني قالت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول بأن إيران قدمت تنازلات أساسية حول مطالبها الرئيسية في هذا الاتفاق وبالتالي بالنظر إلى هذه النقطة وبالنظر إلى أن الآن الديمقراطيين هم في سباق مع الوقت في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية التي أصبحت على الأبواب ومعروف كيف سيكون الموقف الجمهوري في حال استلامهم هل أيضا ستضيع هذه الفرصة الإدارة الأمريكية الديمقراطية الآن وهي عرابت تقريبا هذا النوع من الاتفاقات مع إيران أعتقد أن الحسابات لإدارة الرئيس بايدن وأتفق مع ذلك أنهم إذا توصلوا بسرعة إلى اتفاق قبل انتهاء شهر أغسطس فإن لديهم شهراني للرد على أي اتهامات من قبل إسرائيل أو الجمهوريين أو محتوى الاتفاق قبل حدوث الانتخابات النصفية وسيكون هناك بعض الاستجال والجدال إذا تمكنوا من فعل ذلك بسرعة ولا أقولوا أن هناك بغط على ذلك ولكن قبل أن نأتي إلى الانتخابات النصفية وسنأتي إلى اتفاق قبل منتصف 2023 وكان هناك خطأ قام به الإيرانيون أنهم انتظروا كثيرا حتى قلصوا الوقت المتبقي للرئيس بايدن لإنهاء الاتفاق وقد كانوا يتحدثوا عن الرئيس بايدن مع الرئيس أوباما وما حدث إبان تلك الحقبة ولكن الإدارة لم تكن أن إيران ستكسب أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر إذا تناقشوا وانخرطوا في المباحثات أو المفاوضات حتى نحصل على اتفاقية أيضا نقطة أخرى بالنسبة للاعتراض الإسرائيلية على ثلاثة مواقع كان قبل 2015 إذن فهذه الأشياء ليست مهمة ونعم منذ 2015 حتى 2018 لم يكن هناك حقائق متقصة أو نتائج لذلك ولكن إذا أرادوا أن يفتشوا إذا أرادوا لكالا أن تفتش فلتفتش لكنها ليست مسألة مهمة شكرا لك من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ويليام لورانس ومن طهران الكاتب السياسي حسير أحسين رويران ترجمة نانسي قنقر